لكن الحقيقة وإحنا بنتكلم على الفضيلة الغائبة وعلى الرغبة في استعادة العلاقات المحترمة استوقفنا تصريح أو مدخلة للواء المستشار عماد عب عزيز وعلى فكرة لما بقول لواء مستشار لأنه مستشار في القضاء العسكري ولواء عسكري فالراجل واخد اللقبين لواء مستشار عماد عب عزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ودي الفضيلة بقى كان له بقى كلام إيجابي جداً لازم أن نأخده ونبني عليه هل هنيتوا النادي الأهل النهاردة الكابتل محمود الخطيب رئيس نادي الأهل يا فندم كان في دبي واستلم جاهزة النادي الأكثر بحصولاً على البطولات في الشرق الأوسط هل بتبدأوا علاقة جديدة هل بعدتوا تهنيئة أو شيء للنادي الأهل يا سيد المستشار النادي الأهل نادي كبير ونادي جماهيلي ونادي بطولات ونادي الزمالك نادي كبير ونادي بطولات احنا بنبارك طبعاً للكابتل محمود الخطيب هل في برقية رسمية دعتك وانا باقترح ان تبقى في برقية رسمية في بدايات يا سيد المستشار يعني لان انتوا في النهاية انتوا خضوا للجمهور هنا وهنا يعني انتوا بتكسبوا احنا كلنا والنادي الأهلي هنيكم الأهلي نفس الحكاية الزمالك هني يعني هل في برقية رسمية باسم الإدارة بتاع نادي الزمالك للنادي الأهلي احنا فاندم انا لستمع الخبر ده من حضراتك دلوقتي طبعاً حيتم بحث الأمر ده طبعاً والنادي الأهلي ونادي الزمالك لا فرق بين الزمالك والأهلي ولا الأهلي والزمالك كلنا اخوة واحنا دراعي الأمة طبعاً طبعاً الرياضة المصرية لا أهلي بدون زمالك ولا زمالك بدون أهلي يعني هو ده اللغة اللي احنا عايزين يسمحها بين الأندية والمسؤولين بالذات الكبار مش يبقى واحد يتوجه وتاني بيقلل من إنجازاته لا كان في خطيب أشاد بزمالك وداله احترامه صحيح وبعدين ابتدى يفرح بنا دي سادة اللي هو المستشار أشاد بالآله والزمالك وقال قطباي الكرة وانه هم لغنى لأحدهم عن الآخر عشان المكانة وده باين حتى في التصنيف في الاتحاد عن القرن الماضي الأهلي الأول زمالك الثاني يبقى إحنا في صدارة المشهد الإفريقي الإقليمي هذه اللغة هي المطلوب تصديرها بصمرا جماعة مش مطلوب بإنك إنك تقول لا والله يوحسن مني لا يبقى فيه مغلاهن لا يقول لك أنا والأهل إحنا الاتنين كبار لكن سيب بقى الآخرين يقيبوا كل المشهد وما فيش داع إن إحنا إحنا مش بنلعب الرياضة عشان نغيز بعض دي دا يا جماعة والله الرياضة أن تنتصر على نفسك بضعفها فلا تتغر ولا تنكسر بسيطة مالكش تدعب غيرك ترجمة نانسي قنقر